وينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي حسين علاوي أهلا بك أستاذ حسين عبر سكا نيوز عربية هل بهذه المواقف الحاسمة يرسم القادم مشهد أو صورة المرحلة المقبلة أولا تلبية لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا بالألاف في الشوارع العراقية طوال هذا العام وثانيا لوضع حد لتفلت الميليشيات أكيد جدا السيد الكاظمي جاد جدا بإدارة الدولة الآن ودفعها نحو فضاء جديد هو فضاء الشراكة مع آمان المواطن ورغبات القوى السياسية التي أعلنتها مؤخرا وخصوصا حتى القوى الشيعية التي بدأت تشعر بالقلق من هذه الفصائل المسلحة الخاصة وفصائل ولائية مرتبطة بإيران وكذلك إيران نفسها اليوم نقلة عن زيارة قاني أنه قلق جدا من هذه الفصائل في قدرتها كذلك على الحفاظ على ضبط النفس والاستقرار وعدم مواجهة المصالح الأمريكية هنا في العاصمة بغداد وبالتالي الكل بدأ يتخوف من السلح خارج الدولة وهذا توقع ما نسميه بالدراسات الأمنية الأمنة أو خطاب الأمنة الذي نجح به الكاظم الآن بالوصول إلى هذه النقطة وبالتالي هنا فاعلية الآن الجهاز الحكومي وفاعلية الجهاز الأمني والعسكري في أنفاذ القانون وكذلك توفير الخدمات والعلاقات المدنية العسكرية لنقل العراق نحو فضاء جديد وهي آمال المتظاهرين والمحتجين وحتى المواطنين الطبيعيين الذين يريدون أمن واستقرار في بغداد ولكن أهمية الاجتماعات الأمنية مع القادة العسكريين هي لوضع حد لما أسماها القادمي تفلت السلاح تهديد أمن المواطنين جهات معروفة ترتكب كل ما يحصل من اعتداءات من استهداف أيضا المقار الدبلوماسية والسفارات هل سينجح اليوم وبسرعة لضمان أمن العراقيين ضمان أمن البعثات الدبلوماسية والذهاب إلى مرحلة تحديد الانتخابات لاحقا؟ هو طبعا لا يمكن الآن الحديث عن نجاح كامل لكن إنه كنجاح أولي هناك الآن إرادة سياسية قد تحركت من الحكومة العراقية ورئيسها باتجاه إصدار أوامر القالقبض والقالقبض على بعض أفراد خلايا الكاتيوشة وكذلك صواريخ الإقراد التي استهدفت المنطقة الخضراء واستهدفت كذلك المطار وبعض القواعد العسكرية تحتضن بعثات للمستشارين الأمريكان الذي يعملونه مع القوات العراقية وهذا تطور نوعي الآن يحسب للحكومة العراقية لكن بالمقابل امتداد ذلك هو الانتشار العسكري والأمني الذي بدأت به القوات الأمنية لعملية إسناد الدولة وتحويل الخطاب من خطاب حكومي إلى خطاب دولة تعمل في إطار كل المؤسسات الدولة وكذلك هناك الآن قد أثناء التحقيق الأولي مع أطراف هذه الفصال ومع هؤلاء المعتقلين الآن من هذا الفصال وهم قيادات متحركة مهمة جدا حركت مشهد الصواريخ على مدى الخمسة أشهر الماضية وكانت تصدر بيانات غير مباشرة بواقع 23 فصيل قد ظهرت لكن بالنهاية ظهرت أن هناك فصيل أو فصيلين ينتمون إليه هؤلاء الذين الآن تم القال قبض عليهم وكذلك الأوامر القضائية التي ستنفذ خلال الأيام والأسابيع المقبلة وكذلك قد تصدر أوامر قبض وفقا للتحقيقات وما سيدلي به في التحقيق الأولي من معلومات وبيانات حول حركة هذه الصواريخ ومن حركها ومن دعمها لوجستيا دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أيضا تتطلب دعما دوريا هل ستنجح الحكومة ورئيس الحكومة القادمي في نيل هذا الدعم بعد دعوته اليوم لدعم هذا المسار الديمقراطي والذهاب إلى انتخابات يعني أكيد هذا السؤال مهم كان قبل عدة أسابيع طلب من العراق إلى مجلس الأمن بدعم الانتخابات وهو ما قره مجلس الوزراء وكذلك ما شجع عليه السيد الرئيس الجمهورية وبالتالي قوى المجتمع الدولي مستعدة لدعم الانتخابات ومن خلال بعثة الأمم المتحدة ومن خلال حتى المنح التي ستقدم من خلال صندوق دعم الانتخابات وهو بدأت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان وغيرها كذلك من الدول بعملية الإمداد والمساعدة إلى المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بإشراف الأمم المتحدة وهذا ما سيكون بثلاثة إطارات الإطار الأول هو الإطار التقني والفني وتدريب وتطوير وتمكين القدرات والإطار الثاني هو المراقبة وتجيع شبكات المراقبة المحلية ماذا عن حسب موضوع المحكمة الاتحادية أستاذ حسين؟ أكيد هذا السؤال مهم القوى السياسية التقليدية التي حكمت البلاد على مدى 17 سنة حكمت الآن مسار الانتخابات بتعطيل قضية المحكمة الاتحادية نتطلع إلى أن البرلمان والقوى السياسية أن تتراجع عن هذا السياق وتعيد السياق أما بتعديل مسودة قانون التعديل الخاص بالمحكمة الاتحادية وتعيد الحركة إلى المحكمة الاتحادية أو تضع محكمة اتحادية جديدة وقانون جديد لها لتتشكل وتنطلق لأن هناك قضايا دستورية حديدة الآن متوقفة أمام المحكمة الاتحادية ومن المصادق على الانتخابات بالفعل مثل ما شرت هي المحكمة الاتحادية أشكرك جزيل أشكر الخبير الأمني والاستراتيجية حسين علاوي كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا